كلمة الآن إلى معالي الدكتور نصيف حتي الجمهورية اللبنانية ناكم الكلمة شكرا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة معالي الرئيس الأخ الصديق الدكتور محمد علي الحكيم أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي الأمير العام أولا أود أن أشكركم فخامة الرئيس على إحاطتكم لمجلس جامعة الدول العربية بالموقف الفلسطيني من صفقة القرن ومن المبادئ التي تحكم وتستمر في أن تحكم الموقف الفلسطيني من التسوية أود أن أؤكد وبشكل سريع على بعض المبادئ التي يقوم عليها موقف بلدي لبنان أولا أن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية التي انبثقت عن القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي تستند إلى رؤية قانونية سواء مبادئ القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة وأيضا على رؤية واقعية كثيرا ما اتهم العرب في الماضي أنهم غير واقعيين إنما هي رؤية واقعية ولكنها تستند إلى موقف قانوني والتي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كما جاء في القرار وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حق العودة ورفض التوطين ثانيا إن القضايا وهذا مبدأ ودارس عام إن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب وهنا نتحدث عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحل بمنطق تاجر العقارات مقايدة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية بل باحترام هذه الحقوق التي لا تتجزأ وأهمها الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة للشعب الرازح تحت الاحتلال ثالثا أن تقييمنا في لبنان لأي مبادئ أو مجموعة أفكار أو مقترحات لتحقيق السلام هو مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها أيضا إلى جانب ذلك ومن منطلق واقعي ومبدأي لرؤية كافة أطراف النزاع فلا يمكن التفاوض في فراغ مرجعي أو ضمن مرجعية مفروضة أحاديا سيد رئيس إن الحديث ونتحدث دائما عن تسوية شاملة وعادلة ودائمة يذكرنا أيضا بمبدأ أساسي أن التسوية لتكون دائمة يجب أن تكون عادلة ولتكون عادلة يجب أن تكون شاملة دروس الماضي في المفاوضات المرحلية والانتقالية رأينا منذ البداية وأنتم أدرى فخامة رئيس كيف أن إسرائيل قامت بشكل مستمر بمحاولة تفريغ هذه المفاوضات وإزاحتها عن طريقها خامسا إن إسقاط قواعد ومبادئ القانون الدولي وكذلك إسقاط قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة للتعامل مع تسويات الصراعات والنزاعات والخلافات الدولية يؤسس لنظام فوضى دولي يدفع ثمنها الجميع في كافة أرجاء العالم وفي كافة أنواع الصراعات والنزاعات والخلافات القائمة وأخيرا أن المطلوب مننا ونحن في البيت العربي الذي يجب أن نعمل على تحصينه جميعا فتحصين البيت العربي هو تحصين بيوتنا الوطنية كافة المطلوب توفير كافة أنواع الدعم للموقف الفلسطيني والتحرك دوليا وعلى كافة الأصعدة للعمل على تحقيق السلام حسب المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وشكرا وشكرا وشكرا